وفي الشرع العراقي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريس أن العراق يحارب تنظيم داعش نيابة عن العالم أجمع تصريح كوتيريس جاءت في العاصمة بغداد التي وصلها اليوم والتقى عددا من مسؤوليها من بينهم رئيس وزراء حيدر العبادي الذي أكد من جالبه وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع التقى الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو كوتيريس في العاصمة العراقية بغداد اليوم عدد من المسؤولين العراقيين في مقدمة من رئيس فعد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي وابدى الرئيس معصوم قلال اللقاء رغبة بلاده بلعب دور في إحلال الاستقرار في المنطقة وتعميق التفاهم والعمل المشترك بين شعوبها مؤكداً أهمية الاتفاقيات الغيمية والدولية في مواجهة خلايا الإرهاب كما أكد معصوم حرص العراق على استقلالية قراره الوطني مشدداً على خصوصية مكانته الجغرافية وما تستوجبه من الحاجة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البناء مع كافة جيرانه دون استثناء من جانبه أكد كوتيرس أن زيارته العراقية للتعبير عن التضامن مع الشعب العراقي الذي يخوض الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم كما أشاد كوتيرس بوهدة العراق وانتصاراته العسكرية على إصابات داعش معتبراً أن العراق في المراحل الأخيرة بمعركته ضد الإرهاب وبعد تهرير الموصل ستتاح فرصة لتكريس الحياة المدنية الآمنة من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع مشيراً إلى أن حكومته تؤيد المساعي الأممية لملاحقة الإرهابيين ومعاقبتهم ميدانياً كشف العميد محمد الجبوري من قيادة العمليات المشتركة لتحرير الموصل عن تلقي أوامر بمنع استخدام الأسلحة الثقيلة تفادياً لصغوط المزيد من الضحايا في عملية تحرير الموصل وقال الجبوري أن قيادة العمليات المشتركة أبلغت بدورها القوات المنقرطة في المعارك من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الأرهاب بكافة غطاعاتها بعدم استخدام الصواريخ والمدافع الذكية في قصف أوكار داعش بعد زيادة المسجلة في عدد الضحايا بين المدنيين نتيجة لاتخاذ داعش المدنيين دروعاً بشرية خلال الغتال في المناطق المدنية وأضاف أن أعداداً كبيرة من عناصر داعش تفر من جبهات الغتال إلى خارج الموصل في ظل التقدم الكبير الذي تحققه الأجهزة الأمنية العراقية في المنطقة